في سوريا غارة روسية تؤدي الى مقتل 12 قياديا في هيئة تحرير الشام بحسب وزارة الدفاع الروسية وبعد معلومات عن ان ابو محمد الجولاني في حالة حرجة نتيجة اصابته بالغارة نفت الهيئة الموضوع مشيرة الى ان الهدف من هذه الاشاعات هو تبرير قصف المدنيين وترويج انهم يستهدفون مقرات عسكرية هذه المشاهد وزعتها وزارة الدفاع الروسية وقالت انها تظهر عملية خاصة لمقاتلتين من طراز سخوي 34 وسخوي 35 استهدفتا مقر اجتماع لقيادي جبهة النصر في سوريا حضره زعيم الجبهة ابو محمد الجولاني ما ادى الى سقوط نحو 50 قتيلا بينهم 12 قياديا فضلا عن اصابة الجولاني بجروح بالغة ادت الى بتر يده بحسب وزارة الدفاع الروسية التي اضافت انها تمكنت من جمع معلومات استخبارية مكنتها من التأكد من مكان الاجتماع وزمانه رغم ان مواقع قريبة من المعارضة نقلت عن مصادر في هيئة تحيل الشام نفيها اصابة الجولاني لكنها لم تنفي وقوع الغارات في اي حال فان الضربة الروسية لجبهة النصر جاءت في عز توتر العلاقة بين الجبهة وباقي الفصائل حتى الاسلامية من بينها والتي اندمجت مع النصر العام الماضي في هيئة تحرير الشام كما تأتي في عز تفكك الهيئة والانسحابات المتتالية منها فضلا عن التصفيات المتبادلة بين النصر وباقي الفصائل فيما المواجهات بين الطرفين لم تتوقف منذ اشهر على جبهات عدة في محافظة ادلب التوتر زاد بعد اجتماعات استانا الاخيرة حيث اتهمت النصر الفصائل المشاركة في المحادثات بانها قدمت خرائط واحدثيات حول مواقعها ومقراتها السرية فهل ساهمت تلك الخرائط والمعلومات بتسهيل العملية الروسية ضد قيادي جبهة النصر وهل سينعكس ذلك مزيدا من الاقتتال بين فصائل ادلب والاهم هل تكون روسيا بالفعل قطعت يد الجولاني في الميدان روسيا نشطة وفي السياسة ايضا الى موسكو وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيث يلتقي رئيس الروسي فلدمير بوتن وقد اكد وزير الطاقة الروسي انه اثناء هذه الزيارة سيتم توقيع اتفاقية استثمار تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار اشتركوا في القناة